اشتركوا في القناة عن الموز فهو يحتوي على مضادات حيوية ومضادات للطفيليات والفطيات وله خواص انزيمية ايضا ولذلك فقبل ان تكون بالقاء قشر الموز في سلة المهملات عليك ان تعرف فوائده واستخدامته الكثيرة كيف تستفيد من قشر الموز يمكن استخدام الموز في تلميع الجلود والفضة فيمكنك استخدامه في تلميع الاحذية ويمكنك استخدامه في تلميع الملابس الجلدية وتنظيف وتلميع المشغولات المصنوعة من الفضة بدلا من تنظيفها بمعجون الاسنان استخدام كشر الموز في تغذية ديدان القز لضمان حصاد وفير في الشرنقات استخدام كشر الموز في تسميد النباتات ضعه في إناء وأضف إليه الماء باستمرار استخدامه أيضا في تلميع أسنانك بالجزء الداخلي الأبيض من قشرة الموز استخدامه في عمل مصق للوج لأنه يحتوي على إنزيمات مفيدة جدا للبشرة قطع قشر الموز إلى أجزاء صغيرة وضعه أسفل شجرة الورد فهي تعمل على طرد الحشرات بعيدا عنها يمكنك هنا استخدام قشر الموز أو مجفف استخدام قشر الموز في علاج الجلد لأنه مفيد جدا في علاج اللدغات وتهدئة الحكة وتخفيف الألم يسرع من علاج الكدمات له القدرة على القضاء على البثرات الموجودة في الجلد وهي طريقة سهلة وبسيطة جدا للتخلص من البثرات كل ما عليك هو وضع قشر الموز على مكان البثرات من الليل إلى الصباح لمدة أسبوع قشر الموز يمكن أن يستخدم للأكل فبعض سكان آسيا والهند يأكلون قشر الموز وهو يمكن أن يؤكل جافا أو مطبوخا ضع قشر الموز في حديقة منزلك لجذب الفراشات إليها ولكن يجب هنا أن تترك بعض أجزاء الموز على القشرة علاج الصدفية قشر الموز له تأثير فعال أيضا في إغفاء أثر الصدفية وعلاجها التجاعيد ويمكن استخدام قشر الموز أيضا في إغفاء التجاعيد ضعه على وجهك وسوف يكون بشدة الواجه تدريجيا مع الوقت سوف تختفي التجاعيد استخدام الموز لإزالة الأشواك من يدك فقط لف قشرة الموز حول المكان المصاب وسوف تكون الإنزيمات الموجودة بقشرة الموز بتسهيل خروج الأشواك أو الشظايا الصغيرة من يدك يمكنك تنظيف وتلميع أوراق النباتات المزروعة في منزلك باستخدام قشر الموز يمكنك استخدام قشر الموز أيضا لإصطياد الحشرات الصغيرة ضعه على صدور الدجاج للحفاظ عليها رطبة عند طهيها استخدامه كسماد للنباتات فهو مفيد جدا كسماد لما به من مواد وعناصر غذائية هامة استخدامه في صنع الخل علاج حب الشباب قشر الموز يعالج حب الشباب ويخفف من التهاب البشرة افرق قشرة الموز على وجهك وسوف تلاحظ التحسن نصائح مهمة يمكنك أخذ الموز معك في أي مكان كوجبة خفيفة وسهلة يدعي البعض أن وضع قشر الموز على الجبهة والرقبة يمكن أن يقلل من الصدوع فقبل أن تسخر منهم جرب أن تفعل ذلك فقد يكون الدعاء صحيح أتمنى لكم الصحة والعافية تقديرا لنا أرجو منكم الاشتراك في القناة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر